هنا الشارع بيلفور أشهر مكان لبيع الهواتف النقالة في العاصمة حركية قليلة في الخارج تعكس الركود غير المسبوق الذي تشهده سوق بيع الهواتف المحمولة ركود يرجعه الباعة إلى عدم تشبع سوق بالهواتف الذكية الجديدة ونقص معروض بسبب قرار منع الاستيراد ما جعل الأسعار تعرف ارتفاعا ملحوظا تسبب في ضعف الإقبال على الشراء الوقت الحالي لنا مقاربة عام أو عامين لدينا ركود في البيع تظرف الأسعار سبب قلة الاستيراد لهواتف النقالة للغلاء للغلاء والقدرة على الشعب المواطن وقلة الاستيراد لهواتف النقالة لنا 4 سنين و 5 سنوات هواتف النقالة ليس تدخل الوطن كي كان الهاتف موضع كان يبدلوا كان للمواطن البسيط كان يبدل الهاتف تاعه في سنة مرة ولا مرتين في ظل حالة الركود لم تعد جودة الهاتف من أولويات الزبون فمتوسط ميزانيته لا يتجاوز 4 مليون سنتيم خلينا من المواطن يحوزوا الحاجات الغالية من المواطن يحوز حاجات الزوج 3 أو 4 مقصر يموها كده ولو يدو الانتريد قاما عن تالبات قاما عن تالهاتف اللي ما فيش سمارته منها ولو يستعمله بزاف صافي الهاتف اللي يفوت دوكا أكثر ما بيعات الهاتف اللي تعمل ما بين مليون وما بين تلت مليون في ظل الاختلال الموجود بين العرض والطلب يبقى الاحتفاظ بالهواتف القديمة حلا بديلا للمواطني في انتظار انتعاش هذه السوق